طيب ازايكم عاملينين ان شاء الله النهاردة بداية آآ جديدة وآآ كورس جديد كورس سوفتور انجينيريك تو. النهاردة لكشور وان. هنبدأ ان احنا نشوف الكونتنت بتاعها والاول هنشوف الكونتنت بتاع الكورس. الكورس ده كورس مفيد ومهم جدا جدا في شغلك وحياتك العملية. هنتكلم على الكلين كود والدزاين باترنز طبعا كلها عناوين آآ معروف اهميتها يعني. والكلاود والمايكرو سيرفيس والاو سي ال والاي او بي. كل حاجة هتمشي طبعا على حسب الشرح المادة عندنا في الكلية من حيث الكونتنت يعني بتاع كل واحدة فيهم. بالاضافة الى كتاب كتب بقى عموما في كل بوينت من البوينت دي. فمسلا في الكلين كود كتاب آآ وكمان في الكلين كود آآ فيه باش مهندس آآ عمر احمد. برضو كان شارح الكلين كود هتلاقيه في الاي اللي فوق. استعانتي بيه برضو في كام آآ جزئية. وبالتالي برضو بقيت ال 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 هيكون التركيز الرئيسي اكيد على ال 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 بتاع المادة اللي عندنا. وبالاضافة لحاجات بسيطة جدا ممكن تكون بس بتصبرت آآ الفهمة او كذا. مهمة جدا ان انت تركز في المحاضرة قوي. تحل عموما بعد كل محاضرة هتلاقي برضو. آآ اما في الاي اما في ال ال بتاعتها هتلاقي آآ لينك الجروبات بتاعت ال ام سي كيو. سواء في المادة دي او اي مادة تانية بتتشرح عندي. لازم تحل عليها عشان الدنيا تبقى تمام. ولو لقيت ان انت في حاجة مش فاهمها او كذا. دي كزا جروب للواتساب تقدر تسأل فيها وتخش تبعاتلي على طول وهتحل مع بعض او اجاوبك على اي حاجة. غير طبعا الفيدباك بتاع كل هتلاقي ني حاطيتها في بحط لك اللينك في الكومنس لو عندك اي تعليق في اي حاجة علي انا على شرحي او على بتاعي تقدر تخش بقايمة على طول. طيب النهاردة هنبدأ كده عن الكورس هنعرف يعني ايه بات كود هو مفروض الكورس اول بوينت طبعا هنتكلم زي ما قلت عن الكيلين كود فمهم ان احنا الاول نعرف يعني ايه بات كود هنعرف حاجة اسمها طايجر تيم هنعرف البيج بروبلم للبروجرامرز او للناس اللي بتكتب كود هنعرف زي ارتوف كود او كيلين كود هنعرف يعني ايه دايناميك كود وهنعرف الاجيل والكيلين كود هل بيتعارضوا مع بعض ولا الاجيل كويس بالنسبة للكيلين كود ولا الوطرفول افضل ولا ايه بالزبط ده الكونتنت بتاع المحضرة دي كونتنت رطيف ووزريف طيب اول حاجة نبدأ بالبات كود يعني ايه اصلا بات كود بيقولك ان البات كود ده من كتاب انكل بوب بيقولك ان الطريقة الوحيدة اللي تقدر تقيس بيها البات كود هو ان انت تدي الكود بتاعك لحد يريفيو الكود ده سواء بقى التيم ديت بتاعك او السينيور او حد حتى من صحابك في المجال او كذا وتشوف بقى وهيشتم كم مرة كل وظفك هيقولها دي كده بنحسب بيها الكود بتاعك سيء لو خد الكود والدنيا كويسة وفهمه وقدر يتعامل معاه انت كده كاتب كلين كود خده قاعد يعزقك يبقى انت كده ايه كاتب بات كود طيب ايه طبعا انت هتعرف لما تعرف يعني ايه كلين كود سروق المحاضرتين او التلاتة اللي جايين هتعرف تحدد كويس قوي يعني ايه بات كوده طبعا هنا احنا بنحضر يعني. طيب البات كود ده بيعمل حاجات كتير جدا سيئة من غير ما انت تبقى او الخد بالك او من غير ما تعرف ان الحاجات السيئة دي سببها البات كود او من اسببها البات كود. اول حاجة ان انت بتاعك تلاقيه فجأة كده عمل كراش فجأة باص خلاص ما بقاش نافع. او فجأة طلعلك باج انت مش فاهم طلعت ازاي ودي بتحصل معي انا شخصيا وتحصل اكيد معاكو كتير ان القاب بتاعك يكون on production والدنيا شغالة والناس بتستخدمه وهو بفجأة تلاقيه وايه انت مش فاهم اللي حصل. او تكون بتعدل فيه تعديل بسيط جدا يعني شلت سيمي كولوم وحطيت مكانها قومة. مسلا اي حاجة تلاقيه دارة برضو في وشك وانت مش فاهم ليه. ده سببه في الغالب بيكون البات كود. او ان هو يكون ان انت عندك مشكلة ان انت عندك باج وعارف ان انت عندك باج ولكن مش عارف تتريس الباج دي. ان انت زي ما انتو عارفين ان انت تبدأ ان انت تفضل ماشي ورا الكود بتاعك حتا حتا كده لحد ما تفهم بالزبط فين المشكلة او فين الكيس اللي عاملة الباج اللي موجود. طبعا برضو بور يوز يوزر اكسبرينس لانه كل ما بيبقى فيه باد كود بتكون اليوزر اكسبرينس او اليو اكس بتاعة الاب بتاعك متخلفة جدا وحشة جدا البرفورمانس قليل قوي. سيئة جدا كل حاجة سيئة وبيبقى فيه بطء في السيستم كل ده بسبب الباد كود. الباد كود شبه ان انت تبقى جاي بتبني حيطة كده ومش عامل اي خطط انت هتبنيها ازاي. عملت حط طوبة فقط طوبة وخلاص. وطول ما انت شايف الحيطة بتاعلى الفوق فانت فاكر ان انت تمام. مع ان مع اول زقة او اقل زقة للحيطة الحيطة تموعة. هي دي بالزبط الايه? الباد كود. طيب. بيقول لك ان برضو في خدعة كده الباد كود بيخدع حالك. ان انت تتوهم في الاول ان انت ماشي سريع. طبعا انت هتبدأ تكتب باد كود فالدنيا تمام سبا كدت كود او اي بتنجان كده عمل بتكتبه خلاص. فتحس ان انت سريع اوه تمام عمالة طلع على فيتشرته بتاعه. ولكن ده زي ما هنشوف في الجراف اللي جانبه. ده مع الوقت بتلقى منزل تاني والموضوع باز خالص. على عكس الكلين كود هو اكيد في الاول مش بيكون سريع ان انت بتبدأ تتحضر حاجات في الاول وتاخد وقتك في ان انت تسمي مثلا الاريابرز وان انت تستخدم اه اه ديزاين باترنز و حاجات زي دي. اكيد ده بياخد وقت ولكن مع اه تطور الاب او مع بتاع الاب اللي قدام هتلاقي الاب بتاعك ستيبل والدنيا اه جميلة جدا وهو ده اللي احنا هنتكلم عنه وهو ده اللي انت هتعرف في فلال الكورس ده ان فعلا الكلين كود حاجة جميلة جدا مفيدة. نفس الفكرة في الاول بتقول مثلا انت هتكتب او 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 مش عارف ايه بتتحمس في الاول. بعد كده مع الوقت تقول طب معلش انا هعمل بس الايه الفيتشر دي بس هزبطها كده وبعدين بقى ارجع لها قدام. واحدة واحدة هتتحول لكنترول في. بتعود بقى تكابي وتبست في الكود بتاعك. في الاخر انت وصلت ان انت فيه كاملة انت مش عارفها بتعمل ايه اصلا. لان انت كاتب بات كود. ومن هنا بتيجي اه فكرة ان خلاص ال الاب بتاعك بتضاهر. حتى انكل بوك كان قال في الكتاب بتاعه اه ان هو كان كلم مع حد في شركة الماء. وقال ان الشركة كانت شغالة كويس والدنيا حلوة واليوزر مبسوط وكل حاجة وفجأة الشركة قفلت. ولما سأل الشركة دي قفلت ليه? قالوا ان الموضوع كان عمالية تضاهر. كانوا بيكتبوا بات كود مفيش اي حاجة من الكلين كود. وكانوا بيحاولوا زي ما تقول كده يلصموا في الاب واحدة واحدة. لحد اما وصلنا عند نقطة خلاص انت مش عارف فعلا تصلح حاجة. كل ما تيجي تصلح حاجة تضرب في حتة تانية فالشركة كلها. والاب كل وقع وده وارد. وارد طبعا ايه? يحصل وده كان سببه البات كود. ساعات بيبقى الحل او حل من الحلول لمعالجة هذه المشكلة اللي انا لسه اتكلمت فيها في الاخر خالص. اللي انا لسه متكلم عنها من شوية. موضوع ان انت شغل من الاول بات كود. وخلاص عايز تحول لكلين كود او عايز تلحق. اللي ممكن نلحق او تنقذ ما يمكن انقاذه يعني. بيبقى الحل اوقات تايجر تيم. تايجر تيم ده. بيكون تيم جامد جدا. تيم تنين. وبتبدأ ان انت تجيبه من الناس سينيورز او كزا. وتجيبهم في التيم بتاعك. يبدأوا ان هما يبنوا لك الاب من الاول خالص بكلين كود. حلو? يعني مسلا نفترض انت كنت شغال على ااب اي كومرس. حلو? والاب ده خلاص ميت. تعبان. طبعا انت شركة بقى ومش عارف ايه. فبتبدأ ان انت تجيب التايجر تيم يبدأ ان هو يشتغل يبني الاب بتاعك بكلين كود. ومعاك التيم التاني اللي هو الالد تيم. الالد تيم ده هو اللي بيشيل الليلة. ده بيلصم بيبدأ ان هو يحاول يبدأ شغال في الكود القديم. بحس ان هو يفضل شغال. لان في ناس مفروض في عندك فانت مش عايز توقع البروجيكت مرة واحدة عشان تبنيه من الاول فده يبقى غلط. فبيبقى فيه هو اللي بيبدأ يفضل شغال في البروجيكت القديم. يحاولوا ان هما خلاص مفيش تحسين. هما بس بيحاولوا يسيبوه شغال على اقل. والنحية التانية عمل يبني البروجيكت من الاول لحد لما البروجيكت يكون خلاص اكتمل ووصل لنفس الستيت اللي كان واقف عليها في الولد تيم. وساعتها خلاص الولد تيم ده بتدمره او بتوديه في تايجر تيم. وبعندك تيم واحد هو اللي شغال بالكلين كود. وده حل من الحلول. ولكنه برضو مكلف لان الموضوع مش بالبساطة اللي انا بتكلم فيها دي. لان الناس اللي في الولد تيم اكيد هيبقوا عايزين يمشوا. اكيد يعني. ومشاكل تانية كتير بتحصل. فالحل ده مش دايما بينفع. ولكنه يعتبر ممكن الحل الوحيد في مشكلة زي دي او ان البروجيكت يبوث والشركة تكثر. طيب في حاجة مهمة جدا برضو انكل بوب اتكلم عنها. وهي جميلة جدا انت تبقى عارفها دي بقى عشان كده بقول لك الكورس ده بيساعدك في حياتك العملية جدا. بيقول لك ان اي مانجر بيهمه تلات حاجات رئيسية. الريكوارمنت طبعا تلات حاجات رئيسية دول في اي بروجيكت. سببا انت شغال ويب موبايل اي 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 ان كان البروجيكت. بيهمه او ان الريكوارمنت تكون سليمة وان انت بكون محقق الريكوارمنت اللي هو كاتبها او اللي السيستم انالسيست تكاتبينها. بيهمه الطايم بيهمه ان انت اكيد تخلص بسرعة البروجيكت او التاسك اللي هو مدهلك. وبيهمه ان هو في الاخر يشوف اوض. يعني ادخل مع انت لو فرانت اند. بالذات يعني فرانت اند بيعانوا من المشكلة المعفنة دي. ان الليدر مش فاهم انت بتكتب كود ازاي. في الغالب يعني. وهو في الاخر عايز يشوف البتاعة دي بتتحرك. عايز يشوف الزرار ده واحنا بتدوس عليه والابشق غالب. مش مهم بقى انت كتبت كود. كتبت كلين كود. ما كتبتش كود. مش مهم. هو مش مهم بالنسبة له اي حاجة غير ان هو هيشوف التلات حاجات دي. الاوبت. والن الطايم يكون سريع. والريكوارمنت. انت انت كبروجرامر انت اللي بيهمك الكود. الكلين كود ده هيفيدك انت في الاول. وانت لازم بقى تفهم الليدر ان الكيلين كود ده برضو مفيد ليه. لانه في الاخر هيساعده ان الاب يفضل مكمل وكزا وكزا. ولكن بشكل برايمري ان انت تكتب كيلين كود. يا اما هيساعدك انت ان انت لما ترجع للكود بتاعك تعرف تقراه. يا اما هيساعدك ان انت تعمل من من وتعمل من وتبدأ ان انت يبقى عندك في الكود ويرايحك انت في شغلك. وغير كده خالص لو انت مشيت من الشركة او كزا ليجي بعديك يقدر يكون فاهم الكود بتاعك بيعمل ايه? من غير كومنتيشنز كتير وحاجات زي كده. رجع عنك البوب وقال حاجة تانية برضو مهمة. قال ان برضو. قال ايه? قال ان ايه? ان المانجرز بيهمهم حاجة رابعة بس همه مش بيقولوا عليها. يعني مش بيقول لك ان هو بيهموا حاجة زي كده. وهو بيهموا الحقيقة. فانت بشاطرتك شاطر او صفت وير شاطر ان انت تقوله الحقيقة. هو لما يقول لك مثلا ان الفيتشر دي هتاخد تلات يام. قلوا لأ. الفيتشر دي مفروض ان هي تاخد اربع ايام. عشان انا هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وان انا شغل بديناميك كود وشغل بكمبوننس وشغل بكلين كود. والكلين كود ده بيعمل كزا كزا كزا. دخلوا في التفاصيل بتاعتك وقسم التسك. اه اللي هو مدهالك. ايه هو مثلا ممكن يقول لك اعمل لي بيتش. لا اقسم البيتش دي الكزا. اه تسك صغيرة عشان يفهم قد ايه الموضوع بياخد منك وقت واوعى. اوعى. اه ماشي مفروض اوعى دي لصلاة ده اللي جاي. المهم ان برضو دي هنا بتاع ده ده ميم كده بيقول لك ان هو المانجر جاي بيقول لك احنا عايزين نخلص الكود ده. يكون كيلين ويكون اوتومايزد جدا ومش عارف ايه. فانت بتقول له تمام. بيرجع اقول لك انا عايز اخلص بتاع ده في تلاتة يام. فده اللي بيحصل حرفيا ان انت لازم بقى عند ده تبدأ ان انت تفهمه ان ده استحالة يخلص في تلاتة يام او صعب جدا ان هو يخلص في الوقت ده. فهنا ده اوعى اللي انا كنت عايز اقولها ان انت اوعى تكون اه تكسف او حاجة ان انت تقول لأ. وان انت دايما تاخد وقتك take your time and don't write about code. اوعى تكتب about code علشان الوقت مزنوق لان ده هيدايق قدام زي ما احنا هنعرف في الاستراد اللي جاي. البيج بروبلن بقى لأي بروجرامر. دي اللي هتبان هنا في الاستراد دي ان انت في الاول بتجري عشان تلحق. بتجري عشان تلحق. بتجري عشان تلحق. بيتحول ان انت طبعا في حاجة كتير جدا كتبتها غلط في مهتمتش انت بسميها ايه مثلا. عندك عايز تلحق بسرعة تسميها وخلاص فتم بسميها ايه? تسميها ايه? اي عبط اي حاجة وخلاص. عشان الوقت عشان انت مزنوق. مثلا لو انت برضو بدل ما تعمل ومش عارف ايه لأ خلاص انا هبني الاب كله في كومبوننت واحد. مش عارف كل الاستعجال اللي انت بتعمله ده بيكون بسبب ان انت عايز تلحق فده بيخليك تروح لحاجة اسمها او فوضى. ودي اللي بتسوي الباد كود. وده اللي هيخليك في الاخر تبقى بطيق. ليه بطيق? لان انت بتكتشف ان عندك بقز. البقز دي بتقعد تعملها تريس. مش بتعرف تعملها تريس بسرعة. لان انت كاتب باد كود. فده بيخليك تتأخر. ممكن اصرا اوقات حفرت معي انا كتير كمان. ان انا خلاص زهقت انا مش عارف اعمل تريس. فقم ماسح كل الفونشن اصرا اللي فيها بج. امسحها وابدأها. ابدأ اشتغل علامة الاول. وظن كتير مننا بيعمل كده. ده بيكون بسبب باد كود. فده كله بياخد وقت. وفي الاخر بتمثل الديد لاين. فانت فاكر ان ان انت بتجري بسرعة وبتعمل باد كود عشان تلحق الديد لاين. لأ انت لو كتبت باد كود انت اصلا مش هتلحق الديد لاين. فمور كيلين مور فاست. طول ما انت بتكتب كود كيلين طول ما انت هتخلي البروسيس تكون اسرع حتى على الايه الوقت البعيد. انا حاجة برضو اسمها زقارتو في كيلين كود بيقولك ان مش كل ان انت لو سهل جدا انت تبص على لوحة او رسمة وتقول ازا كانت كويسة او وحشة شكلها حلوة او وحش ولكن صعبة جدا او مش بنفس السهولة ان انت تقدر ترسم رسمة زيها. فهو من نفس المنطق هو بيهزق المانجر ازا مش عارف ليه وبيقول ان انت برضو من نفس المنطق اي مانجر يقدر يبص على كود بتاعك او يقدر يبص على الاوبوت بتاعك يقدر يقول ان هو حلوة او وحش لكن مش اي واحد يقدر ان هو يكتب كود. فانت لازم تكون انت واسق من نفسك وبتكتب كود بشكل سليم علشان مش مش الاوبوت هو اهم حاجة هو لازم الاوبوت ده فيه ميت حاجة تانية وراه فيه ميت نون فانكشنل ريكوارمينت حواليه زي الريابيليتي واليوزابيليتي والمينتابيليتي واي حاجة اخرها آآ انت لدي. تمام. طب جينا بقى النقطة مهمة ايه هي ايه هو الكليين كود. برضو انكل بوب في الكتاب سأل اكتر من حد منهم مؤسس السي بلاس بلاس و وناس عمالقة في المجال طبعا ما قدرتش اجيب لكم الردود كلها عشان وقت الليكشور ولكن دول اهمهم يعني. فبيقولوا ان الكليين كود هو كود سيمبل ودايركت يعني بسيط جدا ومباشر. بيقولك كمان ان الكليين كود دي حلوة قوي الجملة اللي في النص دي ان الكليين كود زي الرواية. اي حد يقرى الكود طبعا مش اي حد انا قصد يعني الديفوليبرز. بيقرى الكود يفهم انت عايز ايه? مش كاتب فونكشن انت بس اللي عارف هي بتعمل ايه? او كاتب وايها كومنت فا انت تبقى عارف كده هي بتعمل ايه? لأ. هنكتشف كمان ان الكومنت مش هي اهم حاجة. يعني احنا كناس جونيورز او لسه بتدرس. فاكرين ان انت يوم لما تكتب ده لو كتبت يعني كومنت فوق الفونكشن انت كده اوعى بقى الكليين كود خلاص كده اوعى النظاف. انت كده الدنيا بالنسبة لك عبر الكرات. لا هو هناك كمان في الكتاب بيعرفك ان الكومنت مش دايما هي بتكون افضل حاجة في ان انت تبقى كاتب كليين كود وهو مفروض الكود بتاعك هو اللي يقول هو بيعمل ايه? مش الكومنت. وده اللي هنعرفه في المحاضرات اللي جاية والمحاضرة اللي هي محاضرة كم واحد اللي جاية على طول دي. ويزي تو ايدت طبعا اي كليين كود لازم يكون ايزي تو ايدت ويكون فليكسبل جدا. طيب وصلنا النقطة ايه هو الديناميك كود? ديناميك كود احنا عارفين الكونسبت ده من زمان جدا يعني من اول سنة اولة. واحنا عارفنا عن ايه? ديناميك وهو ببساطة شديدة. ان انت تكون كاتب كود مش استاتيك. الكود ده تقدر ان انت تموديفاي او تشنريت الكود رون تايم او رون تايم او ريل تايم. مثال على ده. امثال على دي كتير جدا يعني ولكن مثلا ممكن يكون مثال زي ان انت في انستجرام مثلا. انت خايل ان انت بتقلب في الريلز بتاعت انستجرام. وكل مرة بتفتح الانستجرام بتاعك بتلاقي نفس الريلز هي هي ما تغيرتش. هي هي. ده كده مش ديناميك كود. انما الديناميك ان الريلز دي تكون بتتغير بناءا على البرفورمانس بتاعك والتفضلات بتاعتك والحاجات دي. مثال تاني ان انت تبقى كاتب رقم استاتيك عندك مثلا في الري. يعني المثال بتاع الري ده من سنة اولى ساعة ده ما دكتور عمر الدهولنة ولا محمد سعيد مش فاكر. الري ان انت يبقى عندك الري. انت ايه لنية? الانس بتاعها او السايز بتاعها خمسة. طب افرد انا بقى عندي ايتم سادس عايز احطه في الري دي. لا لو انت الكود بتاعك مش ديناميك مش هتقدر تحط السادس ده خلاص. ولكن لو ديناميك بطريقة ما بتقدر انت تأبديت اللينس بتاعها يبقى ستة. مثلا يعني. وتبدأ ان انت تحط الايتم السادس. وهكذا. طبعا الديناميك كود ده كونسبة مهمة جدا جدا انت مفروض انت سرول كورس ده مفروض كود انت تتعلم عنه اكتر. وانت لازم يكون دايما فكرك ديناميك حتى لو حد فينا مع باشمانيس اوسامة زيرو بيعشق حاجة اسمها ديناميك ويمكن مهوز بحاجة زي كده. ان كل سطر الكود بيكتبه يتأكد مية في المية ويفضل ايراء اكتر من مرة ان هو فعلا ديناميك. ان مش هيجي قدام تضطر ان انت بنفسك تخش تموديفاي جوه الكود علشان تزود حاجة معينة. الا لضرورة لكثر. لكن دايما حاول الكود بتاعك يكون دايما ديناميك. مسلا لو انت بتعمل او بتعمل ويوب سايت يكون بيدم ارتيكلز وحاجات زي كده اخبار مسلا موقع اخباري. مش منطقي. ان انت تكون مسلا عامل بتاعتك بتشيل خمس عناوين مسلا بس وخلاص. او تكون انت اللي بتخش تموديفاي الارتيكلز دي وتكتبها انت بنفسك. مور في فايل تاني او في داتا بيز او اين كان في مكان تاني خالص. وكل لما انت تزود ارتيكل جديد كيوزر عادي مش شرط تكون برو جرامر انت بتزود ارتيكل في الداتا بيز او في فيوزر انترفيز تاني. والموضوع بيسمع في الكود. كل ده يعتبر دايناميك كود وانتو ناس شطرة وفاهم عن ايه دايناميك كود كويس جدا. اخيرا كده خلاص المحاضرة الرقم زير وخلصت ودي كده كوميك بسيط بقروف. انا قلت ايه اه بدل ما انا كنت بقفل بعاطف في الطبيعي فقلت اقفل بالبتاع دي كتغيير يعني مفروض كل بقى كل محاضرة تلاقيني يقفل بكوميك مختلف بقروف الاخر. شكرا جدا ولو في اي حاجة تقدروا تكتبه في كومينس او تخشوا تبعتولي او كزا وما تنسوش تحلوا على الجزء البسيط ده. واشوفكم بقى المحاضرة اللي بعدين. السلام عليكم.